السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد درس اليوم سوف نتعرف عن كيفية استعمال الفعل يفعله أو يقوم به في اللغة الفرنسية La conjugaison du verbe faire هذا الفعل ينتمي إلى أفعال المجموعة الثالثة في اللغة الفرنسية وله عدة معاني واليوم إن شاء الله سوف نتعرف عن معناه في مجموعة من الأزمين مع أمتيلا La conjugaison du verbe faire au présent استعمال الفعل يفعله أو يقوم به في زمن الحاضر Je fais Tu fais Il fais Elle fais Nous faisons تكتب faisons لكنها تنطق faisons Nous faisons Vous faites Il a le font Je fais أنا أفعل أو أنا أقوم به Tu fais أنت تفعل أو أنت تفعلين Il fais هو يفعل أو هو يقوم به Il fais هي يتفعلو نفزون نحن نفعلو أو نحن نقوم به Vous faites Vous faites أنتم تفعلون Il font هم يفعلون إذن هذا هو la conjugaison du verbe faire au présent أو عيد Je fais Tu fais Il Elle Fait Nous faisons Vous faites Il Elle Faut Amplique Amplique نستعمل هذا الفعل الجملة الأولى Il Fait Ce Devoir Il Fait Ce Devoir Bim Maman هو يقوم به إنجاز واجباته Terni جملة Elle Fait Du Sport Tous Les Jours Elle Fait Du Sport Bim Maman Ria Tumel Sur Ria Dha Tous Les Jours Kul La Yom Huna Le Verb Faire Musarraf Au Présent Fé Lha Tali Joumla Il Fon Du Bruit Il Fon Du Bruit Bim Maman Hum Yuhditu Na Dajijen Rabi Joumla Ne Faisons In Promenade Ne Faisons Bim Maman Nach Nakh 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 Faisons Il Promenade Al Jumla Mualia Juf Fais La Lissive Juf Fais La Lesive Bimana Ana Aq Mubi Resli Mela Bis La Lesive Bimana Resli Mela Bis Al Jumla Mualia Juf Fais La Vaisel Juf Fais La Vaisel Ana Aq Mubi Resli L'Atbaq Nakh 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 Cri Nakh 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 أنت فعلت أو أنت فعلت إلا في هو فعل إلا في هي فعلت نوزاون في نحن فعلنا أو نحن قمنا بي وزاون في أنتم قمتم بي أو أنتم فعلتم إذن في هم فعلوا أو هم قاموا بي كما تلاحظون le particip passé فهو لا يتغير لهو في فهي لا تتغير مع جميع الدمائر لأن الفعل مصرف مع الفعل المساعد أمتلا لإستعمال هذا الفعل في زمن الماضي في le passé composé الجملة الأولى بمعنى أنجز تواجباتي ليس الآن بل في الماضي الآن في الحادث نقول جه فى مي دووار أنا أونجزواجباتي لكن في الماضي أنجز تو نقول جه فى مي دووار تاني جملة جه فى لالسيف بمعنى أنا قمتو بالغسيل أو أنا قمتو بالغسيل بالابس ليس الآن بل في الماضي جه فى تالي جملة هم أحدثوا ضجيجا ليس الآن لكن في الماضي رابع جملة جه فى مي دووار بمعنى أنا ارتكبتو خطأا ليس الآن بل في الماضي آخر جملة vous avez fait une erreur بمعنى أنتم ارتكبتم خطأا والآن سوف نتعرف عن استعمال هذا الفعل في زمن المستقبل هم سوف تفعلين الفغة هو سوف يفعل أو هو سوف يقوم بي الفغة هي ستقوم بي أو هي ستفعل نفغن نحن سوف نقوم بي أو نحن سنفعل vous serez أنتم سوف تفعلونا ils سرون هم سوف يفعلونا elles سرون هنا سيفعلنا هذا هو la conjugaison du verbe سير أو فيتور أو عيد je serai tu serai il sera elle sera nous serons vous serai il elle سرون والآن سوف نتعرف عن استعمال هذا الفعل في زمن الماضي البعيد la conjugaison du verbe faire à l'imparfait je faisai كما تلاحظون فهي تكتب faisai لكنها تنتق faisai je faisai tu faisai il faisai elle faisai nous faisions vous faisiez il faisai elle faisai je faisai بمعنى أنا كنت أفعل أو أنا كنت أقوم بي tu faisai أنت كنت تفعل أو أنت كنت تفعلين il faisai هو كان يفعل elle faisai هي كانت تفعل nous faisions نحن كنا نفعل vous faisiez أنتم كنتم تفعلون أو أنتم كنتم تقومون بي il faisai هم كانوا يفعلون أو هم كانوا يقومون بي والآن سوف نتعرف عن استعمال هذا الفعل في زمن أو في صيغة الأمر كما نعلم في صيغة الأمر في اللغة الفرنسية الفعل يسرف فقط مع ثلاث دمائر اللي هي tu, nous et vous وهذه الدمائر لا تكتب يكتب فقط الفعل إذن la conjugaison du verbe faire à l'imperative هو كالتالي fais, faisons, faites fais بمعنى افعل أو افعلي faisons فلنفعل faites فلتفعلوا والآن سوف نحاول أن نستعمل نفس الجملة في جميع هذه الأزمنة التي رأيناها الآن لفهم الدرس جيدا الجملة الأولى أنا أبدل قصار جهدي أو ما بيوسي فزي دمائر أنا كنت أبدل قصار جهدي فدتو مιο بمعنى أبدل قصار جهدك أو أبدلي قصار جهدك ترجمة نانسي قنقر